اشتركوا في القناة نبدأ بالأولى في الحصول على المال والدخل إذن في الحصول على المال والدخل لا تعتمد على وظيفة واحدة ولا وسيلة دخل واحدة ولا على وظيفة حكومية ثابتة شهرية لأنها باب الدين والحاجة الدائمة أنت لا تعلم متى تحتاج وإذا احتجت لا تنتظر شهرا أو تنتظر حتى دخولتك الأموال الشهرية اثنين استثمر بعض الأموال لتخلق مصدرا آخر لرزق ولا تبقى مستهلكا بإسراط مصدرا يكون يومي أو أسبوعي خير لك من الانتظار شهرا كاملا لتتقاضى راتب لا يلبي أدنى حاجاتك وإن لباها لن يكفيك فاتيك المدة لتتدخر منه الحياة ومشاكلها واحتياجاتها لا تنتظرك لدخول راتبك نفترض المرض مثلا حافظكم الله وراءكم جميعا اثنين القاعدة الثانية في الاقتصاد والادخار اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة